ملاحقة المستشفيات لم تعد مهمة وزارة الصحة وحدها فهذه المرة صدر تقرير عن وزارة العمل والمستشفى المعني هو مستشفى حيرام في سور فبعد إفادة وزارة العمل لثلاثة مراقبين معنيين بالأمور الإدارية والفنية والطبية صدر بيان عن الوزارة يحوي عددا من الملاحظات ومن بينها أن المستشفى مرخص لكنه غير مسجل في وزارة العمل وليس لديه نظام داخلي وأن عددا من الممرضين العاملين فيه هم فلسطينيون لا يحملون إجازات عمل بالإضافة إلى عددا من الملاحظات الطبية وأخرى متعلقة بالنظافة لنحية عدم استفاء خدمات مياه الشرب والمرحيد وغيرها للمواصفات المطلوبة رئيس مجلس إدارة المستشفى رد على بعض النقاط الواردة في تقرير وزارة العمل مستشفى حيرام أنشئت بالتسعة وتسعين أنا اشتريت المستشفى بالألفين واثنعش المستشفى بالألفين واثنعش كنت شبه مغلقة صار في إعادة تأهيل للمستشفى أنا مسجل بوزارة العمل وهيضا نظام العمل الداخلي اللي كان للمؤسسة وممضي من قبل وزارة العمل سعين ممظف عندي مسجلين بالسندوق الوطن للضمان الاجتماع هذه براءة دمي من الضمان تقرير مراقبي وزارة العمل سيرفع إلى وزارة الصحة يوم الاثنين المقبل لتقوم الأخيرة بتحقيقاتها في حين أعطي المستشفى بحسب وزارة العمل مهلة شهر لتسوية أوضاعه